والآن مع الأخ الحافظ عبدالله محمد جالو من جمهورية غينيا كناكري ويتقدم بفرع حفظ القرآن الكريم كاملاً بالقراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة اختر رقم شيخ عبدالله اخترت رقمان استعم بالله جل وعلا وقرأ برواية قالون النافع بالتوسط في المد المنفصل مع صلة ميم الجمع من قوله جل وعلا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسوا بما كسبوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم ولجيا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينه ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما حسبك السؤال الثاني اقرأ برواية خلاد عن حمزة بالسكت على أل وشيء من قوله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا يعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولل الباب ما كان حديثا يفتري ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى وهدى ورحمة لقوم يؤمنون تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوي على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمي يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مدى الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغش الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من عناد وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان صنوان وغير صنوان تسقي بماء واحد ويفضل بعضها على بعض فلكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون حسبك سؤال الثالث اقرأ برواية السوسي عن أبي عمر من قوله جل وعلا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ أعوذ بالله من الشيطان الرَّحِيمٌ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمْ مَا تُسِرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَخْيَاءٌ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبَعَثُونَ إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزر ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزير الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزيرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فأتى الله بنيانهم من القواعد فقر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكفرين الذين تتوفاهم الملائك الظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبيس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزع ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولذار الآخرة خيرا ولنعم دار المتقين حسبك رأم برواية رويس عن يعقوب من قوله جل وعلا أليس الله بكاف عبده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هذي ومن يضلل الله فما له من مضل أليس الله بعزيز أليس الله بعزيز أليس الله بكاف أقرأ ومن يضلل الله ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمة قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويخل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ظل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون سؤال الخامس برواية ورش عن نافع بالإشباع في مد البدل والتقليل لذوات الياء من قوله جل وعلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفعوا فقبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يوفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم ورأيتهم يصدون ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم لن يستغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن لعز منها لذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يقولون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكموا أموالكم ولا أولادكم لا تلهكموا أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هو الخاسدون وأنفقوا وأنفقوا مما عزقناكم من قبل أن ياتي أحدكم الموت فيقول فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين وَلَنْ يُوَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ جَلُهَا وَاللَّهُ قَبِيلٌ بِمَا تَعْمَلُونَ أحسنت وبرك الله فيك